مرة أخرى يظهر دول الاتحاد الأوروبي انقساما حيال التعامل مع روسيا بما في ذلك عقد قمة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة دول التكتن استمعدوا عقد قمة مع بوتين في بروكسل بسبب ما قيل عن عدم توفر الشروط اللازمة لعقد مثل هذه القمة ألمانيا وفرنسا كانت من ضمن دول المناصرة لإجراء حوار مباشر مع الروس حيث شددت المستشار الألماني أنجيلا ميركل على ضرورة أن يخلق تكتل سياغا مختلفا للحوار مع موسكو وهو رأي وافقه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي أكد أن أجراء الحوار مع الروس ضرورة لاستقرار أوروبا والتساع عن مصالحها وهو ما أيده أيضا مستشار نمسا بينما اعتبرت دول أوروبية أخرى أن هذا المطلب سابقا لأوانه وأن أي حوار مع بوتين مرفوض قبل أن يغير من سلوكه رئيسة وزراء الإتوانيا أنجريدا سيمونيتي أكدت أن الدخول بحوار مع الكريملين بدون أي خط أحمر وبدون أي شرط مسبق سيكون إشارة سيئة للغاية مشيرا إلى أن الاتحاد لم يرى بعد أي تغيير في سلوك بوتين ودعا قادة الاتحاد الأوروبي روسيا إلى إظهار انخيرات بناء بشكل أكبر وإلى وقف إجراءاتها ضد الاتحاد والدول المجاورة له وقالوا أنهم مستعدون للرد بطريقة حازمة ومنسقة على أي نشاط جديد خبيث وغير قانوني ومعطل من جانب روسيا على أن يستخدموا بشكل كامل كل الأدوات المتاحة لهم وقد كلف وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل تقديم خيارات لمزيدا من الإجراءات التقييدية بما في ذلك العقوبات الاقتصادية وكان بوتين قد أبدى في وقت سابق تأييده وضع آلية حوار واتصالات مع الاتحاد وفق ما جاء على لصان الناطق باسمه ديمتري بيسكوف